بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أعزائي أصدقائي طلاب وطالبات الصف الثالث التعليم المستمر هياكم الله في لقاء متجدد مستمر في مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثاني معكم المعلم علي بن محمد الأحمري أحبتي بارك الله فيكم سوف يكون لدينا اليوم بمشاعة الله استكمال لدرسنا السابق همزة الوصل والقطع وهمزة ابن هذا هو الدرس الثاني يا أحبتي من دروس هذه المادة من دروس هذه الجزئية في المادة وهي الظاهرة الإملائية همزة الوصل والقطع وهمزة ابن بسم الله الرحمن الرحيم الكفايات المستهدفة بمشاعة الله عز وجل تعرف مفهوم همزتي الوصل والقطع التمييز بين همزتي الوصل والقطع تعرف قائدة كتابة همزة ابن ابن لها قائدة خاصة سوف نتعرف عليها بمشاعة الله عز وجل إذن هذا هو كتاب هنا للصف الثالث التعليم المستمر نفتع على الصفحة المطلوبة صفحة 171 في البداية أقرأ وألاحظ لاحظوا معي بارك الله فيكم هذه الجمل حيث أننا يا حبة بارك الله فيكم سوف نركز في هذه الجمل على همزة كلمة ابن كيف تكتب متى تحذف متى تثبت كل هذا بمشاعة الله سوف نتعرف عليه في هذا اليوم من خلال الأمثلة الظاهرة أمامكم كما يظهر أمامكم هناك جمل متعددة واحد اثنان ثلاث أربع خمس جمل تظهر أمامكم وفي كل جملة هناك كلمة ملونة بلون مغاير كما تلاحظون في رقم واحد يظهر لدينا اللون الأخضر في كلمة ابن وفي رقم اثنين يظهر لدينا اللون الأحمر في كلمة ابن كذلك في آخر سطر في رقم ثلاثة كذلك اللون الأحمر لنفس الكلمة والرابع ورقم أربعة يظهر لدينا اللون الأخضر وفي رقم خمسة يظهر لدينا كذلك اللون الأخضر لاحظوا بارك الله فيكم وميزوا وفرقوا بين الشكلين قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية حسنا الجملة الأولى نقرأها سويا أريدكم بارك الله فيكم بعد الملاحظة والانتهاء من الملاحظة أن تركزوا معي في كراءتي لهذه الجمل واحد ذلك الفتى غرة فتيان قريش مصعب بن عمير رضي الله عنه رقم اثنين جرت محاولات عديدة لفتح القسطنطينية لكنها لم تتم وذلك منذ عهد الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه رقم ثلاثة ما أشجعك يا ابن رواحة رقم أربعة لقب ابن أبي قحافة رضي الله عنه بالصديق رقم خمسة علم مصعب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في الحبشة بعد هجرتهم بإسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن لاحظتم بارك الله فيكم ولاحظتم كيف نطقنا الكلمات الملونة كذلك مصعب بن عمير معاوية ابن أبي سفيان ما أشجعك يا ابن رواحة لقب ابن أبي قحافة وكذلك عمر ابن الخطاب كلها نطقناها ونطقنا ابن فيها ولكن هنا يا حبتي المهارة في كتابة والقاعدة تأتي في كتابة هذه الكلمة وكيفية كتابتها بشكل صحيح متى نكتبها بالشكل الذي يظهر في الجملة الأولى ومتى نكتبها بشكلها الذي أتى في الجملة رقم اثنين بهذا الشكل بدون أمزه بدون ألف حسنا بعد أن قرأنا ولاحظنا تعالوا معين نحلل سويا وقارن بين رسم الكلمتين من لونتين باللون الأخضر وبين الكلمات الملونة باللون الأحمر ما الفرق بين الكلمتين حسنتم بارك الله فيكم أن أحدهما أتى بهمزة وصل في بدايته وفي الأخرى حذفت ففي اللون الأحمر كما لاحظتم حذفت همزة ابن في أول وفي بداية الكلمة أما في اللون الأخضر في الكلمتين أثبتت الهمزة وكتبت حسن ننتقل إلى التساؤل الثاني كتبت همزة ابن الملونة باللون الأخضر ما نوع هذه الهمزة؟ أهمزة وصل أم قطع؟ كنا قد أخذنا بارك الله فيكم الفرق بين همزة الوصل والقطع فلاحظنا الكلمتين التي رسمتها باللون الأخضر ما نوع الهمزة فيهما؟ وصل أم قطع؟ أحسنتم نعم همزة وصل كتبت بلا همزة بلا همزة في الأعلى همزة وصل حسنا كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت أنها همزة وصل؟ واضح كما قلنا بارك الله فيكم بتطبيق قاعدة حرف الواو عند النطق كذلك عندما نطقنا كذلك وابن وابن ما نقول؟ لا نقول وابن نقول وابن وابن هذا في حال النطق في حال النظر يتضح لنا أنها همزة وصل ماذا سبق كلمة ابن؟ وماذا جاء بعدها مباشرة في الجملة الأولى؟ الجملة الأولى يا أحبتي كلمة ابن ماذا أتى قبلها وماذا أتى بعدها؟ نعود إلى الجملة الأولى ونلاحظ مصعب بن عميل مصعب بن عميل نعود مرة أخرى ماذا أتى؟ ماذا سبق وماذا أتى بعد الابن؟ أحسنتم اسمين اسمين سبقت بعلم مصعب وجاء بعدها علم آخر عميل اسم شخص اسم إنسان مصعب وكذلك اسم إنسان آخر عميل حسنا مصعب وعميل هل هما حرفان؟ أم اسمان؟ أم فعلان؟ بالتأكيد أنهم اسمان اسمان نكمل يا حبتي بارك الله فيكم ما علاقة النسب بين مصعب وعميل؟ مصعب بن عميل واضح يا حبتي نعم بارك الله فيكم مصعب ابن لعمير مصعب ابن لعمير أين وقعت كلمة ابن في الجملة الثانية؟ أين وقعت كلمة ابن في الجملة الثانية؟ أحسنتم بارك الله فيكم وقعت بين علمين معاوية ابن أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان وقعت بين علمين ثانيهما أبو سفيان أبو للأول أبو لمعاوية حسنا التساؤل التالي يبن رواحة ما الكلمة التي سبقت كلمة ابن؟ في يبن رواحة ما هذه الكلمة؟ أحسنتم إنها حرف النداء ياء ياء النداء تسمى ياء ماذا حدث للألف؟ في كل كلمة ملونة باللون الأحمر لاحظنا يا حبتي ماذا حدث للألف في كل كلمات التي لونت بالأحمر؟ بارك الله فيكم حذبت من جميع الكلمات حذبت من جميع الكلمات التي لاحظناها ورأيناها سويا إذن أطبق الآن يا حبتي ولاحظوا معي إذن متى تحذف الهمزة في كلمة ابن؟ متى نحذفها ونلغيها؟ كما لاحظنا في الكلمات الملونة بالأحمر نقرأ تحذف همزة ابن إذا وقعت بين اسمين ثانيهما أبو للأول هذه الحالة الأولى إلا إذا وقعت في فراغ السطر لاحظوا بارك الله فيكم يقول هنا إذا وقعت ابن هذه التي بالألف إذا وقعت بين اسمين ثانيهما أبو للأول مثل معاوية ابن أبي سفيان فإنها تحذف إلا إذا وقعت في فراغ السطر نعود يا حبتي إلى مصعب ابن عمير لاحظنا مصعب ابن العمير ورغم ذلك الألف كتبت لماذا؟ أحسنتم لأنها وقعت في بداية السطر أو أول السطر كما يا أحبتي همزة ابن تحذف في الحالة الثانية إذا وقعت بعد فراغ النداء متى تحذف مرة ثانية؟ أحسنتم إذا وقعت بعد يا النداء إذن حالة ثانية أحبتي لحذف همزة ابن الحالة الأولى إذا وقعت ابن بين علمين ثانيهما أبو للأول معاوية ابن أبي سفيان مصعب ابن عمير وهكذا علي ابن محمد وهكذا اسمك اسم أبيك وإلا إذا وقعت ابن هذه في أول السطر إذا وقعت كلمة ابن في أول السطر رغم أنها مصعب ابن عمير لاحظنا أن الألف كتبت لماذا؟ لأنها أتت في أول السطر إذا أتت في أول السطر فإنها تثبت وتكتب الحالة الثانية لحذف حمزة ابن إذا وقعت بعد يا النداء بعد يا النداء بارك الله فيكم وصلنا يا حبة بارك الله فيكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آمن تكونوا استفدتم واستمتعتم سيكون هناك المزيد وتكمله لهذا الدرس سيكون هناك تطبيقات لتقيص مدى تعلمنا في هذا الدرس شكرا لكم أتقيكم في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة